على حدود محافظتي لحج وتعز يحرر الجيش الوطني أكثر من عشرين موقعاً في القبيطة وكرش والشريجة تحرير جبل الركيزة وجولة عيرم والجوازع والروزاق أدت إلى التحام ثلاث شبهات مهمة في القبيطة كما غنم الجيش الوطني أسلحة متنوعة في منطقة الجوازع حركت قبهات عديدة في قنوب تعز وشمال لاحق أهم هذه القبهات كانت قبهات الشريجة تعز الشريجة الراهدة وأيضاً القبيطة تقري فيها في عدد من المحاور القبيطة لاستكمال تطهير هذه المديرية تم السيطرة على عدد من التلال والتباب المهمة ويقري محاصرة قبل جالس آخر القبال في مديرية القبيطة المشرف على الراهدة وكلما تجهت قوة الشرعية صوب شمال لاحج عادت مناطق جديدة من تعز للشش الوطني حيث وصل إلى أولى مناطق مديريتين الدمنى وماوية بالقطاع الشرقي الأمر الذي جعل 92% من مديريات تعز يدخلها الجيش الوطني بواقع 20 مديرية وفي القطاع الغربي وصل الجيش الوطني في مقبنة إلى مناطق مطلة على خط تعز الحديدة وعلى الرمادة حيث بات مسيطراً نارياً على هذه الطريق اشتعال المعارك شرقي وغربي تعز سيعمل على كسر الحصار على المدينة في وقت تشهد فيه الميليشيات انهيارات في جبهات الحديدة وصعدة والبيضاء وغيرها يحقق الجيش الوطني تقدمات مهمة في المحور الشرقي والغربي لمحافظة تعز كما يصد هجمات متكررة لميليشي الحوث الانقلابية على أطراف المدينة بلا الصبر الإخبارية تعز